السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقات أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم اليوم؟ تمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية لطلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي الكبار ما شاء الله عليهم في معي في مادة لغتي للفصل الثاني فأهلا وسهلا بهم أنا فخورة جدا بتدريسي لكم قوانين التعلم عن بعد أختار المكان المناسب للتعلم عن بعد يكون خالي من الضجيج تكون لدي معرفة بجدولي وأوقات التعلم المباشر كما يجب علي أبنائي وبناتي أن أجهز الكتاب أدواتي التي أحتاجها قبل بداية الدرس أستمع إلى الدرس بتركيز وأتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص له أيضا رسالة إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد الأهداف التدريسية واحد استمع أنا أريد أن أستمع الطالب والطالبة إلى أحداث قصتنا أيضا هدف الآخر مدلول كيف نربط؟ أربط الطالب والطالبة الكلمات بمدلولها من الصور سؤال وجواب أن يجيب الطالب والطالبة عن أسئلة النص بعد ذلك أن يذكر الطالب والطالبة أحداث القصة بتسلسل الصحيح بعدها أن يستخرج الطالب والطالب الأفعال الموجودة في القصة ثم ننتقل إلى أن يصحح الطالب والطالبة الجمل الخاطئ الموجودة التعبير عن قصة من الخيال مجال المستهدف هو المجال المعرفي المجال المساند هي المهارات الاجتماعية الأرنب الكسول والقط المشاكس في يوم من الأيام خرج أرنب كسول من جهره ليجمع الجزر قابله في الطريق قط شقي فقال للأرنب أين تذهب يا صديقي فرد عليه قائلا أبحث عن طعام ولكن الطريق طويل ومجهد ذكر القط بخدعة ليعطي الأرنب درسا في الجد والمثابرة فقال له اذهب لنهاية الطريق ستجد ما تريد تحرك الأرنب ببطء شديد وعند وصوله لنهاية الطريق لن يجد شيئا سوى القط يضحك ويقول له لقد خدعتك يا صديقي الكسول ففي الجد والاجتهاد ينال المراد ينال المراد مرة أخرى الأرنب الكسول والقط المشاكس في يوم من الأيام خرج قط خرج أرنب معذرة خرج أرنب كسول من جهره ليجمع الجزر قابله في الطريق قط شقي فقال للأرنب أين تذهب يا صديقي فرد عليه قائلا أبحث عن طعام ولكن الطريق طويل ومجهد فكر القط بخدعة ليعطي الأرنب درسا في الجد والمثابرة فقال له اذهب لنهاية الطريق ستجد ما تريد تحرك الأرنب ببطء شديد وعند وصوله لنهاية الطريق لم يجد شيئا سوى القط يضحك ويقول له لقد خدعتك يا صديقي الكسول ففي الجد والاجتهاد ينال المراد فحلامت صح على العبارة التي ذكرت في النص وخطأ على العبارة التي لم تذكر في النص طبعا القط شقي وبين وبينكم مبس شقي ومتنمر بعد جلس يضحك على القط على الأرنب مرتين مرة لما خدعه ومرة ثانية لما خلاه يمشي مسافة طويلة وجلس ينتظره لين وصله بعدين ضحك عليه مرة ثانية إذن الآن هل تحرك الأرنب بسرعة شديدة برأيكم تحرك الأرنب اللي فقصتنا وقلنا عننا الأرنب والكسول بسرعة شديدة لا أحسنتم خطأ إذن الأرنب فقصتنا للأسف كان يتحرك بماذا ببطء شديد هكذا تحرك الأرنب طيب نرضو هنا نضع علامة صح على العبارة التي نذكرت في النص وخطأ على العبارة التي لم تذكر في النص تحرك الأرنب ببطء شديد نعم صح فالأرنب تحرك ببطء شديد طيب هنا صحيح الجمل التالية كما ذكرت في القصة خرج قط كسول من الذي خرج من جحره؟ خرج من؟ أحسنتم لو قلت خرج قط كسول صح؟ خطأ كيف نصح هذه الجملة؟ بناء على ما ذكر في القصة ماذا نقول؟ خرج أرنب أحسنتم نقول خرج أرنب كسول طيب الجملة التالية فكر القط بفكرة ليخدع القط انتبهوا فكر القط بفكرة تمام ماشيين تمام نقمل ليخدع القط هل فكر القط ليخدع القط؟ ها فكر القط ليخدع من؟ ماني الشخص الثاني في قصتنا؟ أحسنتم إذن فكر القط بفكرة صح ليخدع القط خطأ وإنما نقول ليخدع الأرنب أحسنتم جملة صحيحة ليخدع الأرنب هو فكر القط بس فكر ليخدع الأرنب في نهاية قصتنا قلنا أنه الأرنب يضحك ويقول ولا من اللي كان مستانس ويطقطق على الأرنب أحسنتم القط إذن نقول القط الجملة هذه خاطئة نقول القط يضحك ويقول أحسنتم إذن القط يضحك ويقول ممتازين وإجاباتكم جدا صحية طيب الآن استراتيجية من أنا بسألكم من هو اللي يدل على حدوث شيء في زمن معين دل على حدوث وحدث يحدث وهذا الحدث مرتبط بالزمن يعني أنا الآن ماذا أفعل تذكرون درسنا السابق تميز بين ماذا وماذا ها التميز بين الأسماء و قلنا أنه هذا الشيء يدل على حدوث شيء مثلا الآن ماذا يحدث أحسنتم أنا أمشي إذن الفعل اللي أنا أفعل الآن أمشي الحدث أحسنتم إذن أدل على حدوث شيء في زمن معين من هذا اللي يدل على حدوث شيء أحسنتم نلاحظ الآن هذه الحافلة في الزمن هذا ماذا تفعل ماذا حدث لها واقفة طيب الآن الحافلة هل هي واقفة ماذا حدث الآن في الزمن الآن الحافل أحسنتم تمشي أحسنتم ممتاز إذن الفعل هو الذي يدل على حدوث شيء في زمن معين إذن هذا تعريف الفعل طيب استخرجوا لي أجل الفعل الآن أيهم فعل خرج ولا أرنب وش الفعل اللي مرتبط بالزمن خرج ولا أرنب دعونا نشوف خرج هل هو حدث؟ هل دل على حدث؟ حدث في وقت معين أنه في هذا الوقت ماذا فعل؟ هذا الشخص خرج لم يعد موجودا خارج أم أرنب دلت على حدث؟ الأرنب وش شو؟ دل على مين؟ حيوان يعني دل على ماذا؟ اسم أم فعل؟ إذا قلت لكم أرنب على طول يروح بالكم المين؟ الأرنب أذانة طويلة صح ولا لا؟ إذن دل على اسم اسمه ثابت ما يتغير أبدا ما له علاقة بالزمن من هو اللي له علاقة بالزمن؟ الفعل إذن ما هو الفعل؟ خرجه أحسنتم إذن خرجه فعل رائع طيب الآن أين الفعل؟ قط أم ذهبا؟ هل قط دل على زمن؟ قط اسم صح ولا لا؟ اسم من؟ اسم لي حيوان طيب الاسم يتغير مع الزمن؟ اسمي الحين شيء وبعد شوي يتغير أم ثابت؟ أحسنتم ثابت من هو اللي يتغير مع الزمن؟ هو الحين إيش؟ الحدث الحين اللي حصل ذهب بعد شوي ممكن يرجع ممكن ينام صح؟ إذن وين الفعل؟ ذهب رائع إذن الفعل ذهب ممتاز إذن الفعل هنا ذهب طيب أيهم الفعل يضحكوا أم كسول؟ تذكرون يضحك الفعل اللي أفعله الآن أنا بعد شوي ها وش الفعل اللي أنا سويتها؟ سويت فعلين ضحكت؟ بعدين أحسنتم بكايد إذن الفعل يضحك إذن يضحك فعل ممتازين حدث في هذا الزمن أنه فيه أحد ضحك طيب كسول هل هو فعل؟ ليست فعل كسول أحسنتم وإنما أريد أن أصف شخص أقول عنه ماذا؟ شخص بليد ويلا يتحرك ويلا يقوم ها ويتأخر هذا إيه؟ الشخص ماذا؟ صفة إذن الصفة قلنا دائما تدل على ماذا؟ على اسم أحسنتم أبنائي وبناتي إذن قلنا أن قصتنا خيالية إذن إذا كانت خيالية تحدثنا فيها عن من؟ هل تحدثنا فيها عن أشخاص حقيقين؟ هل تحدثنا فيها عن الولد النشيط والولد الكسلان والولد النشيط؟ أم عن القط؟ عن القط؟ عن القط أحسنتم المشاكس أيضا من؟ والأرنب ممتازين الأرنب ماذا كانت صفته في قصتنا؟ شقي لذا قلنا أن هذه قصة خيالية لا تمس للواقع وإنما من الخيال نتخيل أن الأرنب كسول ونتخيل أن القط هذا يتفلسف عليه ويتطنز عليه ليست من الواقع ولا تموت للواقع بصلاة بصفة لذا نقول هذه قصة خيالية أستودعكم الله وألقاكم على خير معلمتكم منال صالح الغرب